اشتركوا في القناة ويكون بذلك قد دخل في النسك وعليه ان يتجنب محظورات الاحرام وهي على النحو التالي ازالة شيء من الشعر او الاظافر وان سقط منها شيء بدون قصد او اخذ شيئا من شعره او قلم اظافره ناسيا او جاهلا الحكم فلا شيء عليه لا يجوز للمحرم التطيب في بدنه او ملابس الاحرام ولا بأس بما يتبقى من اثر الطيب الذي وضعه قبل احرامه لا يجوز للمحرم التعرض للصيد البري بالقتل والتنفير والاعانة على ذلك لا يجوز للمحرم وغير المحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر الذي نبت بغير فعل الانسان لا يجوز للمحرم وغير المحرم التقاط اللقطة في البلد الحرام الا لتعريفها لا يخطب المحرم النساء ولا يعقد النكاح عليهم سواء لنفسه او لغيره ولا يجامعهن ما دام محرما ولا يباشرهن بشهوة يحرم على المرأة وقت الاحرام لبس القفازين في يديها وان تستر وجهها بالنقاب او البرقع الا اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب وجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمة لا يجوز للمحرم تغطية الرأس بالاحرام وخلافه مما يلصق على الرأس اما الاستضلال بالشمسية او سقف السيارة او حمل المتاع عليه فلا بأس في ذلك وان غط المحرم رأسه ناسيا او جاهلا الحكم يزيل الغطاء عندما يتذكر او يعلم عن الحكم ولا شيء علي لا يجوز للرجال لبس القميص او المخيط بعامة على الجسم كله او بعضه كالبرانس والسراويل والعمائم والخفين الا اذا لم يجد ازارا فيلبس السراويل واذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين ولا حرج في ذلك ويجوز للمحرم لبس النعلين والخاتم ونظارة العين والساعة وسماعة الاذن والحزام والكامر الذي يحفظ فيه المال والاوراق ويجوز للمحرم تغيير ثياب الاحرام وتنظيفها وغسل الرأس والبدن وان سقط مع ذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه ولا شيء عليه اذا اصيب بالجروح وليس للاحرام صلاة مخصوصة كما يعتقد البعض كما يجب على الحاج والمعتمر الالتزام بفرائض دينه كالصلاة في اوقاتها جماعة وتجنب ارتكاب الذنوب والمعاصي والرفث والفسوق كغيره من المسلمين الله اكبر الله اكبر اخي المسلم اهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرامين الشريفين المملكة العربية السعودية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة